ممكن يحصل مشاكل بسبب ان مفيش توافق من الدم المنقول لدم الشخص اللي بياخد الدم ده هيموليتك ترانسفوجن ري اكشنز هيموليتك تكسير للارباسيز بسبب نقل الدم الغاط ان فيه انتيجن انتيبودي ري اكشن هيحصل انكمباتبل بلوت رانسفيوشن بيقى فيه انتيجنز على الارباسيز وفيه انتيبوديز بتكسر الانتيجن ده نتيجة عدم التوافق طيب معظم الاسباب بتكون يعني المشكلة في شغل موظف معين البيانات دخلت غلط اللابل تحط غلط على الانبيب على الشغل فيه حاجة غلط فيه انتيجن وفيه انتيبودي ممكن يكون الانتيبودي موجود جاهز على طول فبالتالي يعملنا حاجة اسمه اميديت هيموليتك ترانسفيوشن ري اكشن في خلال الدقاية بساعات بسيطة اربع ساعات يحصل اللي هو الهيموليتك ترانسفيوشن اللي هو النوع الاول اللي بنسميه اميديت اميديت في التاو الانتيبودي موجودة اصلا في نوع تاني اسمه بياخد وقت كتير او عشان يظهر الري اكشن ده ممكن ياخد ايام من اربعة ايام لاربعتاشر يوم وده بسبب ان الانتيبودي مش موجودة الانتيبودي هنا بتنتج يبقى في خلايا اسمه اليمفوسايتس البيينفوسايتس اللي بتنتج الانتيبوديس الخلايا دي يحصلها سينستيزيشن سينستيزيشن تطلع على الانتيبوديس ويحصل الري اكشن اللي بياخد ايام